أهلاً وسهلاً بكم يا أصدقائي في إطار سعدادات لفروض المرحلة الرابعة لمستوى الخامس ابتدائي سنرى امتحان الثاني للدورة الثانية مادة اللغة العربية مكون فهم المقرؤ إذن أول حاجة بالنسبة لرابط التحميل على تقوى في وصف يعني في خانة الوصف أو في الوصف من نسبة هذا الامتحان فهو استعداد لامتحانات الفروض يعني المرحلة الرابعة لمستوى الخامس ابتدائي مادة اللغة العربية امتحان الثاني للدورة الثانية إنما يكون لدينا النص نبدأ أول حاجة بقراءة نص قراءة جيدة من بعد كالجوبة الأسئلة نجم من بلادي ولد سعيد يوم 22 ونبر 1959 بالقنيتر حيث بعد حيث يعد واحدا من أبرز الأبطال العربي والعالميين في التظاهرات الأولمبية والعالمية الرياضية الكبيرة بدأت رحلة شهرتي الواسعة النطاق ومكانتي الخاصة جدا في تاريخ الرياضة العالمية بعد فوزي برونزية بطولة العالم لمسافة 1500 متر عام 1983 قبل أن يحقق الإنجاز التاريخي في ألعاب لوس أنجلس الأولمبية عام 1984 عندما طوق عنقه بالذهب الأولمبي في سباق مشهود خفقت معه قلوب ملايين العرب كرس سيطرته على مضامير ألعاب القوى في التماني ناس بعد أن فاز ببطولة العالم عام 1987 في روما وحتى من رقم القياس العالمي لل5000 متر يصبح أول رجل ينزل تحت حاجز 13 دقيقة عرف عرف بأنه أسطورة ألعاب القوى العربية بدون منازع ومنطنة الرياضيين الذين قل أن يجودوا بهم الزمن وخاصة في أيامنا هذه حيث أكد على أن للرياضي العربي مكانا على منصات تتويج الأولمبية والعالمية طالما تعلقته متهوب المعدن النفيس إنه البطل الأولمبي العالمي المغربي العداء سعيد أويطا البطل الذي أتاش العالم بإنجازاته وأرقامي القياسية العالمية على مدار العقد من الزمن والذي أكد أنه أتار قدميه الدهبتين محفورة في الداكرة الرياضية العالمية بيان اليوم على شبكة الأنترنت بتصرف إذن بالنسبة لهالنص هو كيف يدار سعيد أويطا على إنجازة ديالو كيفاش بداش نمار يعني ميدالية الإخضاء يعني السباقات اللي كان 1500 متر حتى من رقم القياسي في 5000 متر إلى آخره يعني كيف يدار عليه كأنه أسطورة يعني كيف يدار عليه البطل العالمي الأولمبي سعيد أويطا بأنه أسطورة ألعاب القوى العربية يعني وما كيش بحاله إذن فهو ما كيف يدار على البطل العالمي سعيد أويطا إذن عنده بفهم المقروء يعني عن جوابه على النص أولا يعني أولا منها إقرأ النص أعلاه وأجبته بعد جوابه على الأسئلة قال لك ما نوعية النص كما كتشوفه بالنسبة النص فهو بيان اليوم عن شبكة الأنترنت ووحد المقالة فوحد جريدة إلكترونية لكتما بيان اليوم إذن فهو إذن وش خطبة أو رسالة أو مقالة رسالة عنده شكل ديالة خاص يكون من هذه الرسالة من السرطات وفين عدت وصل إلى آخره هذي مش خطبة إذن هذه مقالة إذن عن كتبه مقالة يتحدث نص عن بطل كرة القدم ألعاب القوى السباحة إذن سعيد أويطا مشي يلعي كرة القدم مشي يلعي سباحة من هو ألعاب القوى كجري إذن ألعاب جري دخل في ألعاب القوى إذن هو بطل في ألعاب القوى وحيط السنة التي عرفت بداية شهرة سعيد أويطا الرياضية كما جاء في النص يعني أول مرة مسافة 1500 متر فاز ببرونزية عام 1983 هي البداية ديالو وحيط السنة إذن 1983 ما هي المسافة التي نزل فيها أويطا عن حاجس 13 دقيقة إذن نرجعنا النص هي 5000 متر ليصبح أول رجل ينزل تحتها حاجس 13 دقيقة إذن هنايا 5000 متر إذن هنعملون هنا 5000 متر كم دامت حقبة تألغ سعيد أويطا؟ كما قالوا هي دامت عقد من الزمن إذن هنايا هنكتبوه دامت 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 عقد من الزمن نعم إذن ديما ممكن يكون عندنا شي سؤال جابوا مباشرة شركين في النص سادسا ضع عنوانا آخر أعطين عنوان نجم من بلادي قد نوضع عنوان آخر مناسب البطل العالمي مثلا البطل العالمي أسطورة العصر مثلا إلى آخرين ممكن نعطيه مثلا البطل بطل ألعاب القوى البطل المغربي إلى آخرين ممكن نعطيه بالزاف ديال العناوين إذن ينمشي مباشرة السؤال السابع هنا يأتي بعائلة كلمة عرفة وتحتوي على نفس حروف الكلمة الأصل مع الشكل شوف يقولك العائلة ديما العائلة يعني كنا أخد الكلمة اللي يعطيناها وكننا أعطيه يعني يعني العائلة دياله بحل يعني من الكلمات يعني من نفس حروف الكلمة دياله بحل اسم فعيل اسم مفعول مصدر ممكن يعطيه اسم يعني مكان اسم زمن يعني حسنا نخرج لعائلة ديالا من نفس حروف ديالا يدى ممكن قلوا عرفة قلوا اسم فاعل عارف عارف مثلا اسم مفعول معروف معروف مثلا ممكن قلوا معرفة نفس الحروف معريفة لهي العين الرألفة يدتي النفس الحروف الأصلية عرف عرف مثلا ممكن قلع عرف يعني نفس الحروف الأصلية هي العين والراء والفاء يعني كتسمى العائلة ديالا يستخرج من النص معنى الكلمة التالية هنا ارتعدت يعني هنا ارتعشت اذا هناك الكلمات التي تدل على ارتعدت يعني كذلك يعني الرعشة اذا ممكن نقولوا ارتعدت اذا ارتعدت يعني معتنا ارتعشت يعني هذه الرحشة وهنايا مثلا خفقت يعني يعني شي حاجة فيها يعني الخبيط الضريب ويدن الرعشة يعني شي حاجة مشي تبتم اذا ممكن نقولوا خفقت الخلب هتوكي مشي وكي يجي توكير ارتعد اذا ممكن نقولوا خفقت عنا خفقت مع قلوب ملايين المغاربة او العرب اذا هنايا خفقت 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 اذا نمشي للسؤال التاسع ما مفرض الكلمة التالية مضامير بالنسبة المفرض مضامير هو مضمار مضمار عن شو جامل كلمة ده با الزمن أزمينة ازمينة ازمينة اذا مضامير مضامير مضمار مفرد الجمع دي الزمن هي أزمينة انتمنى لكم في تكون به التصحيح انتمنى حتى عيد لجميع وشكرا وإلى اللقاء